اشتركوا في القناة ان اعتلى قط كتفه فترجم معنى الرفق بالحيوانة وصار حديث الشبكة العنكبوتية وسائل الاعلام وقع التواصل الاجتماعي هو الامام الجزائري وليد مهساس الذي تحدث لأول مرة عن حادثة القطة التي جابت العالم وناهزت مشاهداتها الاثني مليار مشاهدة رقم ضخم جدا الامام صرح في فيديو نشره على صفحته عبر موقع الفيسبوك ان حادثة القطة كانت هي حادثة عفوية مبديا رغبتهم في ان تبقى الحادثة فقط عفوية لا غير لافتا الى ان الاسلام والدين الاسلامي امر بالرفق بالحيوانات وغيرها من المخلوقات كما حضر الامام وليد مهساس كل من قام بانتحال شخصيته على مواقع التواصل الاجتماعي بانه لن يسامحهم في الدنيا ولا في الاخرة مشيرا الى ان هذا الامر هو مرفوض شرعا وقانونا هذه صورة الامام مع رفقة وزير الشؤون الدينية والاوقاف لنتابع مع بعض الفيديو اردت توضيح بعض الامور في عجارة اولا ارجو ان تبقى الحادثة عفوية كما كانت عفوية في لحظتها وانها ديننا امرنا بالرفق واللطف بالحيوانات وبغيرها من المخلوقات بالنسبة لمن ينتحل اسمنا ومن ينتحل الصفة الشخصية لنا بان هذا الامر حسابه عسيرا عند الله تبارك وتعالى واكد اي انسان يدير صفحة باسمي والله حساب في الفيسبوك والله في تويتر والله في تيكتوك والله في انستغرام بانني لا اسامحه عند الله والله العظيم لا اسامحه عند الله اذا اللقطة العفوية التي جمعت الشيخة والقطة بصلاة الترويح تصدرت التراند وتناولتها كبريات القنوات ووسائل اعلامية عالمية لما كان لها من تأثير كبير على قلوب المسلمين وغيرهم وتفاعل معها ايضا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة جمعنا لكم بعض التعليقات على الفيديو الذي نشره هذا الامام مؤخرا كالساب بناجي كتب على الفيسبوك بارك الله فيك شيخنا الفاضل وكل الاحترام والتقدير لشخصك الكريمة تعليق اخر ايضا مصطفى كتب يحتاج تأليف كتاب الطريق الى الاسلام ببركة قطة الامام ان شاء الله كل شهر رمضان يكون عندنا جزء من هذا المسلسل العظيم ايضا هذا الحساب موسى كتب ارد الله ان يسمع صوتك ان يسمع صوتك او ان يسمع اعتذر صوتك المميز في بقاع الارض فبعت الله اليك هذه القطة سبحان الله اللهم اوفق هذا الامام وجميع امة المسلمين ممكن ايضا تعليق اخر لينا كتبت ايضا اعجبني فيه ثباته فلم يخف ولم يهلع ولم يفزع ابدا اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين انتم ايضا يمكنكم التفاعل معنا عبر صفحات الشروق الاخبارية استقبل الحرم المكي الشريف المصلين استقبل المصلين والطائفين والمؤتمرين عبر زخات المطر في الوقت الذي هبت فيه النسمات محملة بالطمأنين والارتواء فيما شاهد خشعت فيها القلوب بالدعاء والتقرب الى الله كما تتابعون في هذه الصور الى زخات المطر لزوار بيت الله وهم في حالة من الطواف بالكعبة المشرفة وظهر المؤتمرون خلال صور انتشرت بكثرة خلال الساعات القليلة الاخيرة من مكة المكرمة في حالة من الخشوع والدعاء وفرحة ايضا بتأدية مناسك العمر في البقاع المقدسة اذا هذه الصور التي تتابعونها في الشاشة لهطول الامطار او زخات المطر في مكة المكرمة لنتابع مع بعض هذا الفيديو ما شاء الله هذا الفيديو وغيره ايضا وصور انتشرت بكثرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل معها المغردون بكثرة جمعنا لكم بعض التعليقات احمد كتب على موقعه ربي يكتب السعادة ليهم وعليهم ويدوم الفرح ليهم يا رب ايضا تعليق اخر امطارق كتبت ايضا حول الصور والفيديوهات لزخات المطر في مكة المكرمة اللهم بارك في بيتك الحرام واهله ننتقل الى هذا الحساب ايضا احمد على موقعه كتب ما شاء الله والحمد لله نعم المطر خير نعم او المطر هي خير خير وبركة هدى ايضا علقت حول هذه السوء التي انتشرت بكثرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي للمعتمرين اللهم زد هذا المكان تكريما وتشريفا وتعظيما يا رب العالمين ممكن هذا الحساب ايضا نورة صيبا نافعا ان شاء الله انتم ايضا مشاهدين يمكنكم التفاعل معنا عبر صفحات الشروق الاخبارية ثالث موضوع لنهار اليوم في تراندينج عندما نسمع كلمة ضابط شرطة اول ما يخطر في البال هو موظف في قوات الشرطة يعمل تحت القانون هذا هو المتعارف لدى الجميع لكن ان يكون ارنب ضابط الشرطة فهذا سبقة من نوعها في تاريخ الشرطة نعم هو الارنب بارسي الذي تتابعونه هو ارنب برتبة ضابط شرطة الارنب بارسي وهو مرتدي زيه الرسمي للعمل ذاهب للعمل يرافق عناصر الشرطة في كاليفورنيا في مهامهم اليومية او مهماتهم اليومية الارنب انضم للفريق منذ حوالي عام بعد ان عثرت عليه شرطية وهو تائه ليصبح هذا الارنب هو مدلل القسم ومصدر تسلية لهم قسم شرطة سوبا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية قرر ترقية الارنب واعطاه لقب ضابط الصحة والعافية لكونه دائما ما ينشر السعادة في القسم وايضا لدوره الجميل في تخفيف اعباء العمل على ضباط الشرطة في ذلك القسم نتابع اكتر هذا الفيديو جميل هو هذا الارنب بارسي ذا المشاهدين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من ينتشر هذا الفيديو علقوا وغردوا لنجمعنا لكم بعض التعليقات البداية بهذا الحساب محمد الذي كتب وتتحول الرشوة من فلوس الى جزر ايضا كريمة كتبت حول هذا الفيديو الذي انتشر للارنب عادي ممكن يترشح للرئاسة ويصبح رئيس امريكيا ويقود حتى حلف شمال الاطلسي على حد قولها اسامة اسامة على الانستغرام كتب ايضا ارنب وشرطي حيقف ازاي قدام المجرمين ولا حيهرب عند سماعة طلقات النارية المرة الجاية يجب أن نفعل برتبة لواء احسن هل اذا هذه بعض تعليقات المتابعين عبد الرحيم كتب ايضا على موقعه حبه لانه في العالم الاول وان لا انتهت به ملوخية بالارانب عند اخواننا المصريين الذين يحبثون هذه الاكلة كثيرا اذا مشاهدين الى هنا نصل وإياكم الى ختم عدد اليوم من ترندنج الشروق نيوز لقاكم غدا بحول الله نفس القناة ونفس الوقت سلام الله عليكم